بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله من لا أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خارقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسيدك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأوصان والأشيار وأوراق السمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله على درم والحصى وكل حجر ومدر خلقته في مشارك الأرض ومغاربها سهلها وجبالها وأوديتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله على دنبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها من شجر وسمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدى ما خلقت من الإنس والجن والشاطين وما أن تخرقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدى كل شعة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدى أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدى طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارك الأرض ومغاربها منا علم وإما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صل عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأموات وعدد ما خلقت من حيتان وطير ونمر ونحل وحشرات وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا إلى أنصارك أهلا مهديا فقبضته إليك عددا مرضيا لتبعثته شفيعا حفيا وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وأن تعطيه الوسيئة والفضيلات والدرجة الرفيعة والحوض المورود والمقام المحمود والعز الممدود وأن تعزم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تسعملنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحدى نوائه وأن تجعنا من رفقائه وأن تريدنا حوضه وأن تسقينا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعفعنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وهو حسب وعي والوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وصرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الودوء والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحة الأجساد والأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بردت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما صليت الخمس وما تألق برق وتدفق ودق وما سبه رعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم كما قام بعباء الرسالة وسنقذ الخلق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك فعطه اللهم سؤله وبله مأمولة وآته الفضية والوسيلة والدرية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخرف الميعاد اللهم واجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجرين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهامه والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الزنوب في عرصات القيامة اللهم أبلغ أن نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وبعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضية والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تثوالى وتدوم اللهم صل عليه وعلى آله مال حبارق وزر شارق ووقب غاسق وانهم روادق وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء وملء النجوم السماء وعدد القطر والحصى وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه الزنة عرشك ومبلغ رضاك ومدال كلماتك ومنتهى رحمتك اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وزريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وزريته كما صليت وبرقت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته واجعلنا من المهترين بمنهاج شريعته واهدنا بهده وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وزرريته اللهم صل علي على سيدنا محمد أفضل أنبيائك اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشاهيد المنصرين وشفيع المزنبين وسيد ولد آدم أجمعين البرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشر النزير الصراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتب المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهر لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم وكما صفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنوف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واقتقت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أغسر جنودك وفضلتهم على الوراء وأسكنتهم السماوات العلا ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لذي استغفارهم بها أهلا اللهم وصل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وتوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وارشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وهبلنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعنم المشهور والجيش الموصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعنوه على الدرجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام واجتناب الآسام وتنمية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيه الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجهود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقضيب النبي الأواب الناطق بالصواب المنعود في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن أصاه فقد أصى الله النبي العربي القراشي الزمزمي المكي اتهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوسر والسلسبي القاهر المضاد دين مبيد الكافين وقاتل المشركين قائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم وجوال الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المزبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهر جبل صلاة دائمة على الأبد غير مطبح صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في المعاد بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله الأنج من الطوارع صلاة تجود عليهم أجوز الغيوس الهوامع أوسله من أرجح الأرب ميزانا وأوضحها بيانا وأصحها لسانا وأشمخها إيمانا وعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها ذماما وأصفاها رغما فأوضح الطريقة ونصح الخريقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحظر الحرام وعم بالإنعم صلى الله عليه وعلى آله في كل محفر وبقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدءا صلاة تكون ذخرة وبردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله عليه وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار واستنرت بنور جمينه الأقمار وتضاعلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهن آياته أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته ناطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهبعت بوبلها الديمة المدرار ضعف الله عليه دائما صلواته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصلة دائمة لاتصال بدوامز الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضرالة والمنكز من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة لاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي ترجمة نانسي قنقر